أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول امرأة طلبت الخلعة من زوجها فاشترط الزوج أن يعطى مائة ألف ريال مقدار تكاليف الزواج ومنها المهر مع أن التكاليف الحقيقية ما يقالب السبعين ألف فهنا أمامه ثلاثة أمور إما أن يعطى الزوج المهر فقط أم يعطى تكاليف الزواج الحقيقية أم يعطى كل ما يطلبه هذه مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحكمة تبت فيها أما من حيث العموم فلا مانع أن المرأة إذا كرهت زوجها وأرادت التخلص منه أنها تفتدي منه إذا انخذتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به فيما افتدت به هذا عام يشمل القليل والكثير إذا صلحوا على هذا ولو كان كثيرا لكن الأفضل من حيث الأفضلية الأفضل أنه ما يأخذ أكثر مما أعطاها هذا هو الأفضل أما أنه يجوز له يأخذ أكثر هذا يجوز قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا عام نعم ترجمة نانسي قنقر